أمارنا كلنا على الطاعة يا رب العالمين ننتقل شيخنا عبد الله نجاشي صديقي وحبيبنا الله أحسن إليك بزاك خير يا أخي إبداعاتك لا تنتهي الله أحسن إليك بزاك خير وش آخر التطورات إبو إبراهيم أبد نترقب إن شاء الله بإذن الله إطلالة البرنامج قادم البزنس بإذن الله نسأل الله سبحانه أن يجعلوا إن شاء الله بإذن الله توفيق للقناة والمشاركين ومن سعى لإنشاء هذه القناة وقادها ودارها بكل اقتدار جزام الله خير يسعون من خلال هذه القناة القناة الواقع وكل القنوات المحافظة ويسعون بكل جدية وبكل يعني مثابرة لإنجاح هذا الإعلام المبارك الذي أثره سيستمر من أول كنا من أول لو تذكرون كان يعني الواحد قبل عشر سنوات أو خمس عشر سنة لو قلت لك كلمة أو قصيدة يا لا يا لا تيجيك يا أنك تطبعها أو على ورق أو على صحيفة وكذا الصلعة تلم لكن الآن دمدوم تعال لكن الآن دمدومي الآن صار الأثر الأثر منتشر بشكل سريع صحيح صحيح مجرد ما تصل إلى السوشيال ميديا اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر الأثر بشكل يعني مهول القاصي والداني يعرف أن هناك أن هناك من يتابع ويشاهد فإن كان له أثر جيد فكتب لك أجره الكلمة اللي خرجت منكم جميعاً خلال 26 يوم وما سبق الثلاثين أو ثلاثة أشهر السابقة كان أكيد لها أثر فكان كلامكم في الأول شيخ براشد عن الختام وحسن الختام وكذا أنا أقول أيضاً الأخوة اللي شاركوا في البرنامج أتكلم برنامج كاريزما أوجههم رسالة وجميع أيضاً المشاركين الذين سيشاركون المتسابقين النجوم الذين سيشاركون في البزنس أن يكون لهم أثر ومحتوى رائع وجيد لابد أن يكون له أثر واضح بين لأنه لو لم يكن له أثر بين سيكون حج عليك لأنك أنت الآن محل القدوة وجميع المشاركين الذين شاركوا الآن المشاركة تشوفونهم الآن في تويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي تجد لا زال من جمهور كذا من جمهور كذا من دائمين كذا وهم بعد البرنامج ليش؟ لأنهم صاروا محل قدوة وأنتم جميع مشايختي وأساتي ذاتك كرام الآن لكم أثر واضح وبالغ كل من شافكم شاف شيء هذا فأنا الحقيقة فرصة جميلة وسائل حاليا أني أشارك معكم اليوم الختامة واليوم الأخير لأول شيء أذكر هذه الكلام اللي لا بد أن يذكر وأنتم شهدان الله في أرضي أنه ما نذكر أنكم من لك الخير جميعا لكن أقول أيضا نحسن ختامنا ونستمر في عطائنا لمزيد من أثر طيب يبقى لما بعد يعني الممات فأود الحقيقة أول شيء بالنسبة لي كمشاركات أنا لازلت في جامعة الإمام في كلية الإعلام والاتصال والحمد لله يعني هذا مجالي ومجال الإعلام وأن الحمد مجال زخم ورائع يستمر عطائه ويمتد إذا أحسننا فيه الأثر والمحتوى لكن إذا لم نحسن الأثر والمحتوى فكان علينا هباء من ثورة أبو براهيم أبنك كان مشارك في كاريزما صحيح كيف أثر البرنامج عليه ثلاثة شهور جلس تقريبا والله حرمنا منه طبعا إبراهيم الله يمسي بالخير وثلاثة شهور على أصابنا جميعا لا أتكلم على والدته ولا على جدته ولا على أقاربه جميعا وبالنسبة لي أنا أتكلم عن نفسي أنا شخصيا كان الجهد علي مضاعف يعني كنت احتمال أني بعض المرات أسهر حتى نهاية برنامج لي أتابع وحاول أن يعني أوصل رسالة إبراهيم وإن الحمد كانت رسالة أكثر من رأي الحمد لله بشهادة الجميع ومن شارك البرنامج فأنا أرى أنه فعلا لا يقف إبراهيم أو غيرهم المتسابقين الله يمسي بالخير جميعا عند هذه المحطة كاريزما قلات الواقع أعدتكم وجهزتكم لمحتويات أكبر ولمستقبل واعد في مجال الإعلام فأحسن الأثر كيف وقعه في وفاة جدتها لكن ترجمة نانسي قنقر